السلام عليكم الدريري الأسطورة للنادي أنتر ميلانو اللاعب ألساندرو ألتو بيلي قلت صريح عالمي على حاكيم زياش هاتسيد عارف القيمة المغربية دينا نعطيكم واحد اللمحة على هذا اللاعب هذا الأسطوري في إيطاليا نعطيكم غر أهداف لكي نسجلها ستصدمه درب الصح بحيش أنه حالي المحلل في قناة بيانسبور نعطيكم واحد نبدأ عليه ألساندرو ألتو بيلي لعب مع نادي لاتينا ونادي بريشا ونادي لانتر من موسم 1977 إلى 1988 معهم 460 ماتش وسجل ميسونة سعود للأهدف 132 منهم كانت في الدور الإيطالي و لعب مع المنتخب الإيطالي بحيث لعب 61 ماتش وسجل 25 هدف يعني هدف جميل درب الصح قالت صريحات مهمة بعد الأخبار التي قلت بي يا حاكيم زياش اقترب من مغادرة تيالسي إلى الميلان لم يمالخوش موطلشكم بزاف ولا مدربش نقال عبر ألتو بيلي نجم أنتر ميلانو السابق عن رغبته في انتقال حاكيم زياش إلى الدور الإيطالي في الفترة المقبلة بعدما كان قريبا من الانتقال إلى الميلانو في الصيف الماضي بحيث اتقال النجم السابق للمنتخب الإيطالي هذه الكلمات أريد مشاهدة حاكيم زياش في الدور الإيطالي لأنه لاعب عظيم ويقدم آداء مبهرا وطريقة لاعبه تناسب الدور الإيطالي إذا انتقل سينجح هناك يعني إلاج الدور الإيطالي سيحكمها وغذبيين تماما وإن شاء الله هاتي اللي بغينا نحن ميلان حاليا كتنفس بقوة على الدور الإيطالي وبالتالي لمشا لها إن شاء الله يقدر التوج بالسرعة وبالتالي ولو عنده ألقاب كثيرة رغم أن ميلان ناقصة في شابيونسليك بحيث خسلات تلجسة الماشات المشابعين هذا ما كان أخوش أجبر لكم شنوقع الألتو بيلي واش بغيشوا حاكيم زياش يمشي الميلان أو يبقى صابر أو يتعدف تيلسي هذا ما كان شاء الله لفراسكو